من المنتج إلى المستهلك لضمان وفرة اللحم البيضاء بكميات كافية تحسبا لشهر رمضان الكريم هو الإجراء الذي تم الاتفاق عليها عقب اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالفيدرالية الوطنية لمربي الدواج المنضوية بالاتحاد الوطني للفلاحين مؤخرا هذا الإجراء يهدف لتمويل السوق الوطني باللحم البيضاء وبأسعار تنافسية وقطع الطريق على المضاربين وتوزيعها عبر الأسواق الجوارية الاتحاد في اللحين الجزائريين وفيدرالية وطنية لمربي دواجن قمنا بمبادرة تضامنية تحسبا لشهر رمضان تحت شعار من المنتج إلى المنتهلك حيث نقوم بوضع نقاط بيء في عدة ولايات من الوطن لنعرف فيها المنتوج بأسعار الجملة مباشرة للمستهلك تنظيم شعبة تربية الدواج من خلال إبعاد المربيين الغير مصرح بهم عن هذا النشاط وتشجيع إنتاج أمهات الدجاجة لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية وتفادي تذبدب الأسعار نقدمنا لهم معارض حال حول الشعبة شهر رمضان إن شاء الله سيكون المنتجات الدواجن من بيض الاستهلاك واليحام بيضاء ستكون متوفرة بالكمية اللازمة الاستقرار ويكون انخفاض نسبي للأسعار هذا وسبق أن وقعت وزارة الفلاحة على اتفاقية إطار بين المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن وديوان الوطني لتغذية الأنعام من أجل ضمان وفرة اللحم البيضاء بأسعار معقولة تسمح هذه الاتفاقية بتحديد السعر النهائي للدجاج الذي سيعرض على المواطن بـ 350 دينار للكيلوغرام الواحد موسيقى